فدي جزئية الورع لكن معي خبر وده خبر خلاص رسمي يعني ان الاسماعيلي انسحب من بطولة كاس مصر ده من لحظات لسه حالا يعني الاسماعيلي بيعلن انسحابه رسميا من المشاركة في بطولة كاس مصر وزي ما حاركوا شايفين كده على الشاشة يعني وهم شايفين من وجهة نظرهم يعني ان الورع كانت موجهة فقرروا الانسحاب كده الاسماعيلي خارج بطولة كاس مصر طبقا للبيان الرسمي الصادر عن الاسماعيلي النادي الكبير والمحترم وفي نفس الوقت حنشوف بقى قرار اتحاد المصر حيكون ايه بعد هذا الاعلان الرسمي من قبل الدرويش فهل بيبقى في عقوبات مثلا او هل حيبقى الزمالك كده خلاص تأهل لدور الربع النهائي من البطولة حننتظر بقى قرار اتحاد المصر لكبرت القدم لكن انا ما عنديش تعليق خالص على انسحاب الاسماعيلي ده قرارهم هما احرار وهي رؤيتهم هما برضو احرار فيها ده فيما اتعلق ببطولة كاس مصر وارعت النهار